إن الله يأمر بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيركم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين حييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج سحابة خير طبعا شرع الإسلام التحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية في الإسلام عند المفارقة أيضا كمظهر من مظاهر المدنية الصحيحة إذن التحية من شأنها أن تؤلف بين القلوب وتقوي الصلاة وتربط الإنسان بأخيه الإنسان روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم أيضا روى عن شيبة عن عمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يصفين لك ود أخيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه أيضا روى الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أيضا عن عمار يقول ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام لعالم والإنفاق من الافتقار ثم أتم صيقة للسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة روى الطبراني إن الله تعالى جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا إذن ما الأجر الذي نحصل عليه من رد السلام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم جلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون فاستقربوا الصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعني من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد حصل على ثلاثون درجة إذن ما حكم السلام في الإسلام السلام سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما رده فهو فرض لازم لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجزء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزء عن الجلوس أن يرد أحدهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام لماذا؟ لأن السلام أمان ولا كلام إلا بعد الأمان من آداب السلام أن يسلم الإنسان على أهل بيته إذا دخل عليهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك وأيضا يستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند اللقاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى ومن الأدب إذا دخل بيته فلم يجد فيه أحدا أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أيضا السلام على أهل الكتاب نقل النووي في شرح مسلم جواز ابتداء أهل الكتاب بالسلام منهم ابن عباس وأبي أمامة وابن محيرز وستدله هؤلاء بحديث أبي أمامة المتقدم إن الله تعالى جعل السلام فإن ابتدأوا بالسلام فقد أجاز الرد عليهم طائفة من العلماء وأوجبه آخرون روى ابن جرير إن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا فإن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وعن الشعبي إنه قال لنصراني سلم علي وعليك السلام ورحمة الله فقيل له في ذلك يعني قالوا لماذا فقال أليس في رحمة الله يعيش فإن ابتدأوا بالسلام فقد أجاز الرد عليهم طائفة من العلماء وأوجبه آخرون واتفق العلماء على جواز ابتداء السلام على جماعة فيهم مسلمون وقير مسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفقوا على جواز تحيتهم بقير السلام مثل صبحك الله بالخير أو بالمسر ونحو ذلك من تمام التحية المصافحة وتستحب المصافحة عند اللقاء مع بشاشة الوجه كما كان يفعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يزيد المودة والحب لكن ليس بطرف الأصابع كما يفعل بعض الناس كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا وأيضا روى أبو داود عن أنس قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أهل أول من جاء بالمصافحة أيضا روى الترمذي عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحة لا ينزع يد من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه ولم يرى مقدم ركبتيه بين يديه جليس له إذن هم من هنا نتعلم كيف نستعمل هذه التحية التي هي من عند الله كيف نربي أولادنا على أن يستعملوا التحية اللي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما نتحدث في التليفون أول ما نأخذ التليفون أو الرد ليش ما نقول السلام عليكم ورحمة الله ليش نستخدم الكلمات البديلة هاي أو صباح الخير ليش ما نستخدم السلام عليكم ورحمة الله السلام يعني فيه دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلماذا لا نستبدل يعني لماذا نستبدل تحية الإسلام بتحية أخرى تعرفون إن السلام هو تحية أهل الجنة يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إذن السلام تحية الإسلام فيها دعاء وفيها رحمة وفيها بركة وفيها أمان فإذن تحية جميلة حتى لما الآخرين نسلم عليهم هم يشعرون بالأمان فيردون علينا التحية فيعني هذه تحية جميلة وحبيبة وفيها لطافة وفيها ود وفيها أمان وفيها دعاء فلماذا لا نستخدم هذه التحية التي هي من عند الله سبحانه وتعالى ونستبدلها بغيرها إذن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم قدا إن شاء الله في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيركم لعلكم تذكرون ترجمة نانسي قنقر